مشاهدين الكرام الأحداث المتسارعة في الساحة السياسية العراقية تحتاج إلى حسم وحسم حقيقي لأن النهايات السائبة لهذه العملية هي التي يؤدت إلى هذا الانغلاق والمنزلق الخطير وبالتالي فأن السيد الكاظمي لا بد أن يواجه هذه الأحداث بقوة متناهية وتردد لأن مثل هذه الأحداث أطاحت بمن قبله وستطيح به إذا لم يتخذ مثل هذه الخطوات خصوصا أنه قد ألزم نفسه ببرنامج حكوميا إعادة هيبة الدولة والانتهاء من السلاح المنفلت وهذه القضية هي ليست قضية شعب هو الذي يمتلك السلاح وهو الذي يخترق هيبة الدولة لكن من يخترق هيبة الدولة ولم يمتلك الأسلحة السائبة والفارتة كما إذا صح التعبير هي القوى السياسية التي تشترك مع السيد الكاظمي بالحكمة وبالتالي إذا أراد السيد الكاظمي أن يطبق هذا المنهج الحكومي وهذه الرؤية التي لم يسبقه إليها أحد فعليه أن يبدأ بالمكونات التي تمتلك هذا السلاح وبالمكونات التي تريد لهذه الدولة أن تبقى دائما ضعيفة وبلا حساب أما القضية الأخرى هي قضية الشعب الذي يقتل بدم بارد والنتائج تعرف والتحقيقات تعرف والرأي العام يعرف والناس تنتظر حلول وتنتظر معالجات ومعالجات حقيقية لوضع سياسي شاذ جدا